اشتركوا في القناة الملك المفدى يده الله ورعاه لمقاليد الحكم وقد استقبل سفير مملكة البحرين لدى النمسا المقيم في جناز الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري وحرمه إلى جانب أعضاء السفارة المدعوين الذين شاركوا في إحياء احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وخلال كلمته بهذه المناسبة عبر سعادة السفير عن سعادته الغامرة بإقامة حفل الاستقبال هذا وللمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية النمسا والتي تأسست منذ مايو عام 1975 الأمر الذي يعتبر حدثا تاريخيا وعلامة فارقة في تطور ونماء العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين كما أشار السفير إلى تاريخ مملكة البحرين الدبلوماسي العريق ورصيدها المتميز في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتي ميزها التوازن والموضوعية والتعاونية وحيث تحتفل المملكة هذا العام بليوبيل الذهبي للدبلوماسية البحرينية والدور المتميز الذي قامت وتقوم به المملكة في الساحة الدولية منذ تأسيس دبلوماسيتها وأشار السفير إلى تنامي التعاون الإيجابي بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة وتحديدا مكتب الأمم المتحدة في فيينا مؤكدا على الاعتزاز بالتكريم الأممي من المنظمة ومنح جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جائزة منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية اليونيدو تقديرا للدور العالمي لجلالة الملك المفدى ولمملكة البحرين في تكريس قصة نجاح النموذج البحريني لريادة الأعمال وتكريم سمو رئيس الوزراء الموقر وتسميته قائدا عالميا في مجال الصحة تقديرا لدوره الرائد في مجال العمل الصحي لدعم المبادرات الإنسانية وفي الختام عبر المندوب الدائم عن شكره وتقديره للمشاركين في الاحتفال الذي حضره كبار المسؤولين في حكومة جمهورية النمسا وإقليم فيينا ترجمة نانسي قنقر